هنا في وسط هذه المدينة التي أصبحت شبه خالية من عمل المستشفيات الرسمية وتشهد تداهور الأوضاع الصحية تسعى المنظمات والجمعيات الإغاثية إلى التخفيف من معاناة الناس بوسائل متعددة كانت أبرزها هذه العيادة الطبية المجانية طبعا فكرة العيادة الطبية المجانية جاءت من معاناة تعز من المستشفيات تأن أصبحت أكثر من الأمراض نتيجة للقصور العام في بعض الأدوية وفي المستلزمات الطبية وكما في الدعم المالي وبالتالي كمان بعض المستشفيات أصبحت تأن وبدأ ينفذ فيها الأكسجين فنظرنا إلى أن معظم المواطنين يعانون من عدم موجود أدوية وعدم موجود أطباء في بعض المستشفيات الخاصة يعني أن الناس مش قادرين يترقبون بها المستشفيات الخاصة فبالتالي نشأت هذه العيادة الطبية المجانية عبارة عن مشروع خيري بأبسط الإمكانيات استضعت هذه العيادة توفير بعض الأدوية التي يحتاجها المرضى هنا في محاولة تقديم خدماتها لهم خصوصا وأن زوارها بالعشرات خلال اليوم الواحد في هذا الشهر كما عدد وصل الحالات يوصل عدد الحالات في اليوم من تسعين إلى مئة وعشرين حالة كما وصل عدد الحالات من أول رمضان إلى اليوم هذا قرابة ما يقارب الألف أنا هنا للعادة لأنهم يعالقوا الناس مقان ويخذوا بياس ولا شيء يناشد القائمون على هذا المرفق الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل العمل على استمراريتها في مدينة لازال أعداد جرحاها في ارتفاع متزايد جراء الحرب الدائرة وقصف الميليشيا لأحياء المدينة كارثة صحية هي المحطة القادمة التي تسير إليها هذه المدينة بعد أن ناشدت الجهات الرسمية طويلا من أجل إنقاذها ولا زالت حتى هذه اللحظة توجه النداءات المستمرة يوما بعد آخر حمزي أمين قناة بن قيس تعز